دخلت الأزمة بين مدريد وبرشلونة فصلاً جديداً لها حيث طلب رئيس الوزراء الإسباني مريانو راخوي من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل برلمان إقليم كتالونيا خلال مدة أقصاها ستة أشهر بالإضافة إلى تعليق مهام حكومة الإقليم والدعوة إلى انتخابات محلية وذلك استناداً لمادة دستورية لم تستخدم من قبل وهو ما أشعل المشهد السياسي مرة أخرى بين الإقليم والحكومة الإسبانية من أجل حماية مصالح الأمة والسناداً إلى أحكام الدستور سندعو مجلس الشيوخ لتخويل الحكومة الإسبانية باتخاذ القرارات الآتية أولاً إزاحة رئيس كتالونيا ونائبه ومستشاريه وعلى السلطات المخولة من الحكومة الإسبانية ممارسة مهامها طوال المدة التي سيدوم فيها الوضع الاستثنائي راخوي سارع أيضاً إلى التأكيد على أنه لن يتم تعليق استقلال الإقليم أو الحكم الذاتي فيه في محاولة منه لطمأنة سكان كتالونيا من جانبه رفض رئيس الإقليم الإجراءات التي طالبت بها مدريد الحكومة الإسبانية شنت أسوأ هجوم على مؤسسات وشعب كتالونيا بدعم من الحزب الاشتراكي وحزب المواطن ولم يحدث مثل ذلك منذ انحسار الدكتاتور العسكري فرانسيسكو فرانكو نادي برشلون الرياضي دخل أيضاً على الخط السياسي معبراً عن تأييده لمؤسسات كتالونيا الديمقراطية والتي اختارها مواطنو الإقليم حيث أكد رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو على دعمه وتضامنه مع جميع القطاعات المعنية في الإقليم تصعيد وتصعيد مضاد من قبل مدريد وبرشلون أتى بعيد تظاهرة حاشدة شارك فيها بوج ديمونت في برشلون للمطالبة بإطلاق صراح اثنين من قيادي دعوة إلى استقلال الإقليم سجنا بتهمة العصيان ومنذ الاستفتاء الذي أجراه إقليم كتالونيا نقلت نحو 1200 شركة مقارها إلى مناطق إسبانية أخرى وسط تعليق للاستثمارات وتراجع الحجوزات الفندقية في الإقليم والذي يشكل أحد أهم الوجهات المفضلة بالسياح الذين يقصدون إسبانيا